اشتركوا في القناة انا في المحرك بصراحة اول مرة بشوف هيك شغلة فحبيت اني اشارككم فيها لعلوها عسى انه احد يستفيد منها ونشوف احنا كيف برضو الشركات بتعمل تلاعب في بعض التوصيلات والمحركات ما بعرف يعني على اساس انه توهنا على اساس انه اي شيء ما بعرف السبب ايش هو بالزبط لكن انا هضا اللي وجدته بصراحة واستغربت منه طبعا هلا محرك جيربوكس واحد فاز جيربوكس واحد فاز وبصراحة انا قليل بشوف منه يعني تقريبا اول مرة بشوف منه جيربوكس واحد فاز بالعادي بكونوا ملفوفين بطريقة الثلاثة فاز وموصلين على الدلتا ومركب لهم كوندنسر مكثف وبشغلوه على واحد فاز لكن هذا ملفوف كلف من جوة تصميم واحد فاز خطوة خمسة سبعة التقويم خمسة سبعة والسبعة مشتركة والتشغيل ملفوف خطوة واحد ثلاثة واحد سبعة واحد ثلاثة واحد خمسة واحد سبعة لكن اللي لفت انتباهي انا طبعا سرعته 1400 دورة اللي لفت انتباهي انا غير انه ملفوف يعني بطريقة الواحد فاز يعني التوصيلة طبعا هو جاني محترق ومفحم زي ما تشايفين ورزيتا مفحمة لحظوا الآن ذايبهية كل شي فيها خالص لكن التوصيلة لحظت انا كان خارج منه ماكرونتين كل ماكرونة فيها ثلاث اسلاك فانا اعتقدت في الاول انه ملفوف بطريقة الثلاثة فاز قبل ما افكه واستغربت انه لما وجدته ملفوف بطريقة الواحد فاز العادية ليش طيب طلعين ثلاث اسلاك من كل ماكرونة يعني خارج من المحرك من الملف ست اسلاك خارج من المحرك من الملف ست اسلاك فانا استغربت قلت ممكن يكون فيه سلكين ابرلود موجودات لكن اللي استغربته انا انه توصيلة الرزيتا يعني بدل انه السلكين الزيادة مش سلكين ابرلود ليسوا سلكين ابرلود تفاجأت انه لما سحبت الاسلاك تفاجأت انه فيه سلك داخل بالملف داخل ربطينه على الملف طبعا مش واصل بشيء يعني هاي السلك واصل نقطتين واصل نقطتين او مصمرين على الروزيتا فقط والملف والسلك بدل ما يعملوه وصلي ويكون ظاهر الينا لا مدخلينه ورابطينه بالخيط مع الملف فقط فقط يعني مدخلين سلك مرقينه هيك على الملف مش واصل بشيء بس هو بوصل بين نقطتين على الروزيتا طبعا انا لما انتبعت التوصيل على الروزيتا وجدت هنا عن ناس سلكين موصولات من الملف خرجات في هاي الجهة وموصولات مع بعض على الروزيتا وعليهم سلك كهرباء اذا هذا المشترك المشترك طبعا توصيله عادية زي اي محرك واحد فاز لكن هم هاي الطريقة ما بعرف ليش سووها على اساس انه يتوهونه او ما بعرف شو السبب ما بعرف اه الان احنا زي توصيلة اي محرك الان عنا مشترك الان عنا تقويم وتشغيل مشترك وعليهم خط كهرباء اه باقي الروزيتا ذا اللي عندي طبعا هون اه اربع مسامير من الروزيتا اه موصلين نقطتين مقابل بعض زي متو شايفين بالسلك هاد هيك طبعا هذا القسم كان جوه الملف حاطينه هون فوق الملف وربطين عليه خيط مش واصلي بشيء لكن بوصل بين النقطتين اللي من هون مقابلات طبعا أنا لما انشفت المهم هذة اللي من هاي الجهة شو عليه 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 превقى عليه خط مكثف فقط عليه خط مكثف فقط، فقل تلقائيا الاصل هذا عليه خط مكثف فقط انه يكون عليه خط التقويم دائما في الواحد فاز, اللي واصل عليه خط مكثف فقط بيكون خط التقويم طبعا أنا لما مشيت مع الوصل الآن شفتها ومقابلها طلعت لقيت مقابلها اخترف التقويم واصل على المصمار اللي جنبه وموصلين بجنبر بينهم يعني بدل ما يوصلوا طرف التقويم هنا على الجهة المقابلة مع المكثف وموصلينه في هاي الجهة وعملين وصلة على المصمار المقابل إلها ومدين سيليك وصلة للجهة المقابلة من الروزيتا ما بعرف ليش هاي الطريقة وكاتبين عليها V2 لاحظوا الوصلة V2 ومن هاي الجهة V1 V2 وV1 وطبعا Z1 وZ2 وW1 وW2 لاحظوا هاي لا عفوا U2 U2 وهاي مش واضحة Z2 وهي Z2 وهاي U2 يعني بدون يهمونا إنه هذا ثلاثة فاز يعني وهم إلنا إنه ثلاثة فاز لكن هو توصيلة وتوصيلة عادية ما فيها أي مشاكل طرف تقويم وتشغيل نعتبرهم مشترك وطرف التقويم وتشغيل الباقيات معانا بنوصل عليهم مكثف وطرف التشغيل اللي عليه مكثف بنحط عليه خط كهرباء وخط الكهرباء الثاني طبعا على المشترك هاي وصلة هيك عاملينها حركة على أساس إنهم متوهونة الله أعلم ما في الهداعي يعني السيلك كان موجود هيك فوق الملف ومربوط عليه خيط فقط لا غير أنا استغربت إنه خارج منه ثلاثة أسلاك المحرك وطريقة لفه واحد فاز وقلت أنا يعني الأصل إنه هذول السلكين يكونوا على الأقل أفرلود أفرلود حراري فلما تبعت لقيت لا موصل نقطتين على العروز فاستغربت بزيادة ففكيته لقيتها وصلة عبارة عن وصلة عادية فقط لا غير هاي هي يا أخواني يعني بعملوا حركات فإحنا إنت لما نجيك يعني قصد إن لما نجيك محرك واحد فاز يا أخوان التوصيلة إيش ما كانت التوصيلة أنا بصراحة في البداية لما الأسلاك كانوا يعني سايحين وذايبين على الملف وبصعوبة أنا طلعتهم كنت بدي أقصهم وخلص وأشتغل يعني أنا زي ما بعرف وأخلص لكن حبيت إني أكتشف شو التوصيل اللي عاملينها بالضبط فعشها سيك إنه فكيتهم أنا بشكل منفصل كل سلك لحاله القصد إنه مهما عملوا مهما سووا يا أخوان ومهما كانت توصيلة غريبة إنت التوصيلة بتعرفها إنت التوصيلة بتعرفها فلا تخاف يعني هذا المحرك مخرجين منه ست أسلاك على أساس وهمونا إنه ثلاثة فاز وكاتبين U1 U2 V1 V2 وزد وأنه زدته على أساس إنه أنا أعتبره منه ثلاثة فاز ومن هذا الكلام لا هو ثلاثة فاز واحد عادي ما في أي مشاكل محرك عادي تشغيل وتقويم وما في أي مشاكل ما في أي مشاكل هاي هي بتكتشف إنت التوصيل إذا ما بحكي لكم دائما إنت ابحث بالتوصيل شو في التوصيلة غريبة ابحث فيها شوي شوي وسجل عندك على ورقة أو على الدفتر إيش فكيت شو عملت أي سلك سحبت شو موجود عليه من وين واصل السلك وسجل كل شيء المعلومات عندك راح تلاقي إنه توصيلة معروفة إلك وإنت بتعرفها من 20 سنة ما فيها أي مشاكل وهي توصيلة العادية المعروفة لكن إنت تجرأ وقو قلبك وفك واشتغل وحاول هاي هي يا أخوان إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا وزان ووصيكم دائما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته